وفق مجلس شورى في جلسته الخامسة من دور الإنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على توصية لجنة الخدمات بجواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية والذي يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق توفير الإعداد الفني العملي والعلمي لخرجي الطب إضافة إلى رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بعدها ناقش المجلس التقرير التكملي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن تنظيم الصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والذي يهدف إلى منح أصحاب تراخيص الصيد فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة مع الإبقاء على السلطة التقديرية للإدارة المختصة في إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقا للشروط وكذلك تخفيف الضغط على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص بصفة دورية سنوية هذا ووفق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة المرافق للمرسوم رقم 36 لسنة 2018 كما وافق المجلس على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإرجاع تقرير الحساب الختامي الموحد وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية وإرجاعها للدولة لسنة المالية المنتهية 2017 والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني المشروع بقانون تدريب الأطباء قد وفق عليه ورفق عليه الحكومة وهذا المشروع هو مركزية التدريب وخصوصا أن لدينا ثلاث مستشفيات حاليا جامعية هذه المستشفيات تحتوي على ما يقارب الفين السرير ويمكن أن ندرب فيها لاكل عن 200 قريج جديد من كليات الطب في جميع أنحاء العالم فعندما هذه الكوادر تدرب في هذه المستشفيات لن يحتاج إلى تدريبهم في هذه الدول لأنهم دربوا في البحرين ومجرد هناك يروحون لتقديم الامتحانات للحصول على هذه الشهادات العليا نحن نرى أن التخصص والتخصص هو الأهم للقيام بالخدمات الطبية وهذا واحد من توجيهات سيدي صاحب الجلال الملك لما وجه إلى مستشفى خاص بالأوبئة يعني يمكن قد نكون إحنا في منطقة الخليج العربي أول بلد يخصص لإنشاء مستشفى خاص بالأوبئة والأمراض المعدية والأمراض المزمنة ترجمة نانسي قنقر